أكد رئيس الدائرة الإعلامية لتجمع اليمنية للإصلاح علي الجراذي أن الحوثية يستخدم أبناء القبائل ومشايخها وقودا للحرب ولن يسمح بأن يكون للقبيلي حق المواطنة وقال الجراذي في منشور له على فيسبوك قال يكفي أن نستحضر قانون الخمس وتغير جميع الأمناء كتاب الوثائق الرسمية بأشخاص ينتمون لسلالة السيد وأوضح الجراذي بأنه لا مكان للمواطنة في قاموس العبودية والاستفقاء العرقي يتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي الزج بأبناء القبائل إلى محارق الموت في مختلف جبهات القتال